يعطيكم صحة العافية معاكم محمد بعريكي تخيلوا ان فيه شركة عندها نفوذ مو طبيعي عندها سكشن حق للعاب عندها سكشن حق الكاميرات والتصوير عندها سكشن حق الكيبيوترات عندها سكشن حق كل ما يخص التقنية بس لما تحيتها بتسوي تليفون قررت ان هي تسوي سكشن بروحها بدلا تاخذ كل الامور هذي اللي ايها اصلا قاعد تسوي تليفون ذكي وتم احب جهاز واحد هي الشركة اللي انا جدا احترنها وجدا مقهور علشانها شركة سوني وهذا تليفون سوني اكسبريا زي 3 بلس سلام عليكم ورحمة الله شركة سوني مثل ما قلت لكم النفوذ اللي عندها هي كانت تقدر تسوي تليفون يكون خرافي من ناحية المواصفات من ناحية الاستعمال من ناحية كل اللي انت تتكر فيه لانه المفروض اصلا التليفون الذكي الحين هو مصدر للالعاب مصدر للتصوير مصدر للتشغيل الاقاني وهو مصدر لامور كثيرة ناس واي قاعد تركب على شاشات كبيرة تحط لها ماوس و كيبورد وهو اصلا كمبيوتر المتنقل ما لهم فليش ما سوني تخلي هالامور هذي كلها اللي اراد عندها نفوذ فيها تتحد وتسوي تليفون واحد يكون قوي وجبار ومن ناحية مو بس المصنعية حتى من ناحية السوفتوير ليش مو قاعد تسوي تليف سوني الله هو اعلم بس هنا عندنا اخر تليفون من شركة سوني اهو سوني اكس بيريا زي 3 بلس بالسوق العالمي بالسوق الياباني ارماني غلطان اهو رح يكون السوني اكس بيريا زي 4 و عندك الحين همتى او اعلنوا بالسوق الامريكي سوني اكس بيريا زي 4 V اللي رح ينزل حق شبكة فرايزن رح يكون احسن من هالتليفون بشغلة معينة لما تكلم عن الشاشة بعد شوي فعرطوخ نتكلم عن التصميم تصميم التليفون ممل خلاص سوني غير الشكل التليفون نفس الشكل اللي كان موجود على سوني اكس بيريا زي سوني اكس بيريا زي 2 سوني اكس بيريا زي 3 والحين قاعد نشوف على سوني اكس بيريا زي 3 بلس خلاص لازم تغير الشكل لا تمشين على نفس الشكل اوكي غيرت المصنعية بلشتي ببلاستيك بعد ان حطيت بولي كاربنت وحين حطيتي اخيرا معدن حديد فهني المصنعية مات التليفون رح تكون انا دازدلو منه يزلق من اليد مرات ومرات لا تحصلك غرب يكون جدا ممتاز فالمسكة ما بتلكتليفون رح تحس انك ناسك تليفون جدا غالي وعالي لجودة التليفون رح تكون من امام الخلف بس هني من الخلف رح تكون تحس انه مو نفس الجودة الي موجودة من ناحية البلاستيك رح يكون هني في globalization رح تحس ان التليفون رح يتقاوم نوعا ما صدمات بس مو وايد لانه بالنهاية هني رح تحس انه انه لاب rescue فمو ذاك الزود الشاشة من جدهم راح تكون 5.2 بوصة 1920x1080 Full HD نفس الشاشة الموجودة بالSony Xperia Z3 نفس الشاشة الموجودة بالSony Xperia Z2 أو لا كانت يمكن هناك HD ونحن هنا صارت Full HD بس Sony Xperia Z3 و Sony Xperia Z3 plus أثنين آتم شاشتهم راح تكون نفس الشيء بالضبط Triluminous Display تقنية لهم يستخدمونها على IPS Panel على LCD Technology فسؤال سوني عندكم Bravia Engine التلفزيونات اللي قاعد تشتغل على Bravia Engine واحدة من أفضل التلفزيونات الموجودة بالسوق ليش ما قنتوا تستخدمون التقنية مرة ثانية هنا على الجهاز قبل حطيتوها بشم جهاز وكنتوا تتول لها إعلان أن هنا عندنا X-Reality Bravia Engine أحين قنتوا تسمونها Triluminous Display Triluminous Display ما عندي شيء أنا ضدها بس أن Bravia Engine كانت تشتغل بطريقة وائد أفضل بس حطيتوها على TFT Panel بدلا تحطونها على LCD Panel أو OLED Panel بس الحين أنتوا تستخدمون IPS وال LCD ليش ما قاعد تحطون عليها Bravia Engine بدلا تحطون عليها Triluminous Display شيء محير صراحة وما عندي مشكلة أنه هو في Full HD ما لازم يكون Quad HD بس إذا كنتوا نظنين تنزلون Quad HD حق Verizon بأمريكا كان نزلتوها على العالم من Sony Xperia Z3 Plus شاعد تساوون ليش قاعد تنزلون موديل مختلف من تلفون وتعطونا مواصفات مو موجودة بالتلفون إذا منها رح تساونا International وبعدين استخدمت الـ Plus كل الشركات قامت تحط الـ Plus بس عشان iPhone سويت iPhone 6 Plus ه ه ه ه ه ه ه ه فهني الشاشة راح تكون عندك مثل ما كتلك بـ ٥ بوصف فولد جديد 92080 عندنا سماعتين من فوق ومن تحت شفنا هالحركة سواه من Sony Xperia Z2 ممتاز، كملوا هني بSony Xperia Z3 Plus بس ردوا مرة ثانية على نفس الشكل بالSony Xperia Z3 العادي كانت السماعة مبينة انك انت في عندك بوم ساون سبيكرز من فوق ومن تحت حتى كانت واضحة بالSony Xperia Z3 Compact بس هني ردوا حق نفس الديزاين اللي كان موجود بالSony Xperia Z2 خلوا السماعة تكون على الحواف من فوق ومن تحت الجرل وايد صغير السماعة وايد مقموطة الصراحة الصوت مو واضح نهائيا توقعت حق بوم ساون سبيكرز الصوت رح يكون ممتاز بس نهائيا ما في لا وضوح من ناحية انه نقاوة لا هزينة ولا انك انت تقدر تسمع الصوت اصلا طريقة واضحة فهني السماعة جدا تعيسة ما استمتعت فيها نهائيا لا المحتوى ان انا بشغله من ناحية الفيديو ولا لما يبي بسمع مسيجات مثلا او حتى لما يرن التليفون عادة اني يكون مقموط ما اسمع له تليفون ما يهز ما ادري عنه مخباتي ف سماعة جدا سيئة معجبتني الموجودة بالسوني اكسبيري زي ثري بلس لابا قلوبا من وره راح نشوفه هني عندنا الكاميرا 20.7 ميجا بيكسل مع السنسر مال الجي كالبريشن ماسفير كات سوني قاعد تستخدمه مقاعد تستخدم سايبر شات كلما يسون تليفون قاعد اقول ليش ما تستخدم تقنية سايبر شات كاميرات السايبر شات او ستاندرون كاميرا عندهم سايبر شات لاين حتى حطونها عدسات كارل زايس ليش ما قاعد نشوف كارل زايس لنزز او سايبر شات تقنية السايبر شات او براندنغ مرة ثانية موجودة على تليفونات سوني ناسنا ممكننا نشوفها على تليفونات سوني ايريكسن K750 K700 من الفضلة K810 K850 من الفضل الكاميرات اللي نزلت بتاريخ التليفونات الذكية ليش ما قاعد نشوف الحين سوني قاعد تسويها الشيء مرة ثانية اتنزل سايبر شات براندنغ والتكنولوجي نفسه اللي هي عندها لما قاعد تسوي الكاميرات حقها على التليفون ليش قاعد تسوي شيء منفصل تماما حق تليفونات الأكسبرية ما نفاهم الشيء صراحة فالكاميرا هنا بس هم مهما كان تعدلت من سوني اكسبرية زي 3 20.7 ميجابيكسل بس هنا عندنا كاميرا هم ممتازة نوعا ما مو سيئة لا حرام أفضل من الموجود أفضل من الأفريج أو أفضل من المتوسط صراحة كاميرا جدا يعني تقدر تعتمد عليها حتى بالإضاءة المنخفضة كاميرا كانت تعطيك نوز ريدكشن قليل ومواعد عالي المستوى ما لها مو نفس المستوى الموجود عندك باللجي جي فور ولا الموجود بالجالكسي اس سيكس ولا حتى الموجود بالاي فون سيكس بس هنا عندك كاميرا ممتازة من ناحية المحتوى الموجود عندك انت بالاندرويد شنو الكاميرات اللي رح تحصلها على تليفونات تكون زينة هذا من أفضل كاميرات الموجودة عندنا بالسوق كاميرا الأمامية ما كو شيء زود بس الكاميرا الخلفية صراحة عجبتني من ناحية انه قد تعطيك الحين إضاءة وايد أفضل وريبرودكشن حق الإضاءة بشكل ناتشرل وطبيعي أفضل حتى لما تشوف المحتوى طبعا على الشاشات كبيرة أو على رزلوشن أعلى على الكمبيوتر مثلا رح تكون ممتازة الصورة خوش خوش كاميرا خلفية وخوش كاميرا هم أمامية ما فيها زود ولا فيها نكسان فأوكي بالكاميرات عدلوا عندك هنا بطارية رح تكون أقل من 3000 ميلي أمبير بشعارة شون الأداء من البطارية مرة ثانية عندك هنا ألتمت ستامنة مود تقدر أنت تخلي البطارية تقعد معاك أكثر في حالة إذا أنت فصلت أمور معين من الخلف علشان هي ما تقعد تستهلك بس هذا الشغلة رح ترجع مرة ثانية حق إن التلفون والمعالج ماله والطريقة والإنشاء مالة النظامية تشغلي ماله لحنية رح يكون عندك بطارية تغريبا 3000 ميلي أمبير بس مقاد تعطيك حتى أداء 2500 ميلي أمبير يعني عندنا أداء البطارية رح يكون تغريبا نفس الجالاكسي اس 6 وتغريبا نفس الجي جي فور يعني نوعا ما نسبيا معتدل إلى سيئ فالبطارية هني رح تشحنها أنتك اليوم وحتاج أنك تشحنها مرات بنص النهار علشان تكمل يومك إذا أنت رح تستخدم التلفون رح يعمر معاك بس انسى الأنميشنز انسى ناحية الشاشة أن تكون هي واضحة أو أنها واضحة أنك تخلي شاشة تكون ويد تعطيك إضاءة أكثر ومعرف في إيش انسى الأمور هذي كلها نرجع حق المعالج رح يكون هنا عندنا سنار دراجون 810 ثماني نوة على 64 بيت أركيتكتر وثلاثة جيج بايت الذاكرة العشوائية تلفون يحتر يس ويد ويد التلفون يحتر يلسع من الحرارة ما حسيت به الحرارة كثير ما حسيت فيها بالHTC 1M9 أول ما شغلتها قبلها يعني التحديث للهوائي ماله بس هنا في حرارة جدا عالية بالذات أول ما شغلت التلفون كنت تحمل برامج مالتي وقلت ضبطها ومعرف إيش صارت في حرارة في حرارة ملحوظة بالSony Xperia Z3 Plus بالذات لما تي تمسكها من فوق تحس بالحرارة أكثر شي تحس أنها تلسع الصراحة التصميم ماله أكيد رح ينقل الحرارة بشكل وايد واضح فالسنار دراجون 810 أولي حاجة من ناحية الحرارة حسيت بالحرارة بالHTC 1M9 حسيت بالحرارة هنا وكان في نوعا ما حرارة بال LGG Flex 2 لما سويت لكم المراجعة وقيت لكم عنها فبالنهاية شنو أقدر أقول الآن عن السوني إنه هو التلفون الوحيد الذي صار يقاوم الماء فالمفروض كل الناس تشتريه إيه اللي يريد تلفون مقاوم للماء أنت تحت رحمة سوني لأنه ما في أحد قاعد ينزل تلفونات مقاومة للماء غير السوني وسامسونج قاعد نزلنا الأكتف سيريز بس من Galaxy S4 Active ما شفنا Galaxy S5 و S6 Active موجدين بالعالمية بس موجودين بالسوق الأمريكي مو موجودين حق سوق الدولي فإذا أنت تابع التلفون يكون مقاوم للماء بالنهاية رح تختار تلفون سوني لأنه ما عندك تلفون ثاني غير هالشي ومن ناحية المقاومة الماء هني أهم غيروا هالشغلة وخلوا التلفون يصير وائد مطول حق ناس نفسي أنا كانت تكره إنه لما تشحن التلفون لازم تبطل لباب المزعجة الموجودة تبطل باب علشان تحط السيم كارد تبطل باب علشان تحط الميموري كارد تبطل باب علشان تحط الشاحن تبطل باب علشان أنت تركب السماعة لا خلاص هذا الشي مو موجود هنا عندنا شفنا هالشي بلش بالسوني Xperia M4 Aqua وانحن قبنا نشوفه هنا بالسوني Xperia Z3 Plus راح تكون هنا فتح حمارة الشاحن مبطلة ما لازم تبطلها علشان تشحن التلفون ومقاومات الماء هم هما قدروا إنه يسوونها إنه راح تحمي لك الجهاز حتى إذا أنت ما حطيت فلاب التلفون راح يكون محمي من ناحية إنك أنت تستخدمه تحت الماء وعندك هنا طبعا هذه الحركة لأتمنى أشوفها بكل الشركات مكان تعلق انترستراب أو خيط علشان تعلق التلفون وعندك هنا فتحة واحدة راح تكون هي حق كرتين هنا أنا عندي بوشريحتين وراح يكون عندك فتحة حق المايكرو ويس دي كارد علشان تركب إجزيد ذاكرامات الجهاز النظام التشغيلي ما لأول ما تشغل راح يكون عليه أندرويد نظام 5.0.2 مو آخر إصدار بس مقبول راح يكون هنا عندك أنت الاسكن ما التايمسكيب أو ما التايمسكيب أو ما التايمسكيب أو ما التايمسكيب اليو آي ما لهم مو وايد ثقيل خايفيه نوعا ما استانى استانى على النوتفكيشن تاقل مو مغيرين فيها شي بس مغيرين الباتري آيكون ونك أنت تقدر تغير مكان مالوتي الآيقونات اللي أنت تحتاجها من ناحية النوتفكيشن تاقل فهني راح يكون عندك النظام التشغيلي عادي مال أندرويد 5.0.2 عادي الكوستم سكين مالهم بس بطيء بطيء لاك مو طبيعي وحسيت أن أنا في أماكن وايد كنت لازم أعطي الأمر أكثر من مرة علشان أهوا يستوعب الأمر فالتوتشكريم فيها إشيوز نوعا ما تحس أنه ما يأخذ الكماند وبطيء وايد لاكي وايد شوبي صراحة ما كان يعطيني أوامر مثل ما أنا كنت بيها فهذه الأمور أكيد راح تقدر هي تغيرها سوني إذا سوى التحديث هواي ورح تتغير أكيد لأن هذا التليفون راح يكون عليه كميونيتي وايد كبيرة راح نشوف عليه بعدين إصدارات نفس السعينة جماد أو Preview Developer Editions أراضيها أنا حطيتها بالتويتر حق مو سيروني Z3 Plus بس حق سوني Z3 و سوني Z3 Compact وكل تليفونات سوني تغريبا عليها الحين الأندرويد M Developer Preview Edition غير النكسوس راح تلقى على تليفونات سوني فأنا توقع قريب نشوف راح مرة ثانية الاصدار مع Preview Editions حق الديفلوبرز حق إصدارات أندرويد تكون موجودة حتى حق سوني Xperia Z3 Plus فبالختام ياريت هنا أنا قدر أقول أن التليفون حبيته لأنه أحب شركة سوني ودي أنه أنا أحب هالتليفون بس ما قدرت صراحة ما قدرت خيبت أمل نوعا ما غير الكاميرا اللي تعدلت من سوني Xperia Z3 ما عندنا شي هنا غير يمكن أن نقول تصميم حلو التليفون صار نحيف و تحذب المقابل زغره البطارية فلا مو هذا التليفون اللي احنا نطمحه من شركة سوني أتمنى أن نحن نشوف منافسة جدا جدا قوية من سوني لما تنزلنا التليفون يكون جدا قوي حق سنة 2015 أو على الأقل حق سنة 2016 تتلحق على عمرها فبس سلامتكم تعيشون هذا بغيت أقول له به الفيديو كاموا يانا هني مراجعة Sony Xperia Z3 Plus سامحنا على طالب الكسور أحمد بعركي فما الله الكريم